Bonjour mes amis et bienvenue dans notre chaîne. في هذا الفيديو سنرى الأمر في التعامل التعامل على التعامل. C'est-à-dire, في تحقيق الواجهة إلى المشاريع. نعرف أن المشاريع فرد في التعامل التعامل الدرس من المشاريع أن يكون التعامل الدرس ومن المشاريع التي يجب أن يكون التعامل التعامل الدرس بالطبع الدرس لكي يكون حرية الخسيار سواء ان الكوانت تكون verbalاً سواء انها تكون اكري يمكن ان يكون مابله الامployer الامployer يمكن ان يكون اتباع انه اتباعه الامployer ارتكال 18 يقول ان الامورة الامورة يمكن ان يكون عبره ايضاً يمكن ان يكون الامورة والاشياء يمكن ان تساعد الامور والحقيقة هو انه مازا نخدم عنده باندو تخوازن ولا كاترن ولا سينكن هنا القانون الشغل محدد حتى وسيلة اثبات في هذا العقود الشغل الغير محددة المدة وبالتالي نرجع وسائل الاثبات العامة المتعلقة بالقانون المدني والمذكورة في قانون التزامات والعقود لذلك لقانون البسل 414 سيكون لديه وثائل الاثبات التي يمكن تعتمد عليها الشخص اول شيء هو اقرار الخصم يعني مثلا الامبلويون سيعترف انها سيدة اقرار الخصم ثاني شيء هو الكتابة يعني سنرى المميts يقوم باعدد المنزل يقوم بمثلا الاتحال يقوم باعدد المنزل يقوم باعدد المنزل لذلك نرى شيء يتبع أن هذا السيد سيكون خداما للمشاهدة الثالثة هي تستيمونيج يعني شهود يعني التيمونيج يعني نرى أن هذا السيد يجب لنا شهود أنه سيكون خداما في هذه الشركة لذلك تستيمونيج الرابع هي تستيمونيج القارنة التي تكون من طرف القضية يعني القاضي من الظروف القضية يستنبط أن هذا السيد سيكون خداما مع هذه الشركة يعني من الظروف القضية والجوانب القضية خامسة هي اليمين والنقول عنها لأن السيد المشغل يحلف أن هذا السيد لا يعمل ويحلف أنه سيكون خداما في هذه الشركة بعض الحلول لإثبات عقد الشغل ينتمهاظر أولا وفي هذه الشركة التي نتحدثث عن شكل يمكن اسمها من الظروف القضية عن من الظروف القضية بيون أنها تشغل ممكن فائدًا من الظروف قضية من الظروف القضية من الظروف القضية من الضروف قد يشأل الكاميرا دي الاسوسيتي ونشوفو انا ديك السيدوش كي حضروا للا ولي كورسپندنسي للمراسلات اللي سيكونو مبين المشغيل ومبين الاجئر لك مرسيه ويالا بروشان